إذن توجه المتصابق القطري ناصر العطية بلقى برالي الأردن الدولي مستمراً في تحقيق أرقام قياسية ومتفوقاً بفارق مريح عن منافسيه بلغ نحو 17 دقيقة عن أقرب المطاردين الكويتي مشاري أظفيري فلنتابع بطل الأرقام القياسية ناصر العطية يدمغ ختمه الخاص على كأس رالي الأردن الدولي للمرة الرابعة عشرة علماً أن هذا هو الفوز الثامن والسبعون للبطل القطري في جولات بطولة الشرق الأوسط للرالية حسم العطية لقى برالي لصالحه برفقة ملاحه الفرنسي ماتيو بومن في فارق مريح بلغ 17 دقيقة ونصف الدقيقة عن صاحب المركز الثاني الكويتي مشاري أظفيري في حين جاء اللبناني أليكس فغالي في المركز الثالث تاركاً المركز الرابع للأردني شادي شعبان وملاحه عماد جمعة خلصنا رالي الأردن بالسلامة الجولة الثانية من بطولة شرق الأوسط مثل ما وعدناكم فزنا بهذا الرالي والفوز الأربعة عشر هنا برالي الأردن والحمد لله يعني متصادرين بطولة شرق الأوسط طبعاً مثل ما شفتوا يعني الرالي كان جداً صعب التضاريس المراحل صعبة الأجواء كانت حارة الرالي الأردن دائماً يمتاز يعني بطبيعة الخاصة في كلندر بطولة شرق الأوسط استمتعنا في حاطين يعني السراتيجي من بداية الرالي مشينا عليها الحمد لله خلصنا اليوم مركز الأول فارق من 20 دقيقتين أو 30 دقائق تقريباً عن المركز الثاني في الفئة وخلف البطل الغطأ لناس العاطية أنا جداً راضي وفوق راضي بعد على صعيد الرالي الوطني الذي أقيمت منافساته تزامناً مع اليوم الأخير للرالي الدولي حسم خالد جمعة المركز الأول لصالحه بزمن قدره ساعة و39 دقيقة متفوقاً على شادي شعبان الذي حل في وصافة الترتيب في حين جاء أمجد العناسوة في المركز الثاني في المجمل حازت الأردنية الرياضة السيارات كعادتها على العلامة الكاملة في عملية إدارة وتنظيم الرالي واستظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على الرغم من تقليص عدد العاملين في الرالي تماشياً مع الإدراءات الوقائية والتعليمات الخاصة الكوادر الأردنية أسهمت في تنظيم جولة من أجمل الجولات في بطولة الشرق الأوسط ومن أكثرها صعوبة وفي منطقة فريدة في العالم هي البحر الميت إذن للمزيد حول تنظيم هذا الرالي والنتائج نضم إلينا في الستوديو مدير الرالي سيد جورج خوري مرحبا بك أستاذ جورج بداية نقول لكم يعطيكم العافية على تنظيم التعاب ثلاثة أيام متواصلة وقبلها بتأكيد أسابيع من التنظيم جود كبير الأردنية الرياضة السيارات لكن حدثنا عن ردود الأفعال على المستوى التنظيمي بالنسبة للمتسابقين وأيضا الإداريين صراحة هاي السنة لما سوينا جينا نفكر نعمل مراحل عشان نعمل رالي الأردن نحن صرنا تقريبا 13 ل 14 سنة عم نستخدم نفس المراحل فصار فيه نوع من التعويض من قبل المتسابقين على المراحل الموجودة فحبينا نغير شوي ونحط مراحل جديدة لنشوف تحدي جديد للمتسابقين بشرق الأوسط فعملنا مرحلتين جداد لهن مرحلة عدسية سميناها وأي عدسية كان الجميع يشكوا من هذه المرحلة وجه التحديد هي صراحة هي مرحلة طويلة وعلى حسب ما سمعنا من المتسابقين وعلى حسب تقييم الاتحاد الدولي لرياضة السيارات لما كانوا موجودين هذه المرحلة هي WRC Stage غير أنها فيها مناطق سريعة بدها يعني الواحد يستخدم مخه بسوء لأنه كثير فيها كيرس سليبر كثير بدها تكتيك لتقدر توصل من البداية للنهاية بدون ما يسير عندك أعطال المرحلة الثانية كانت لهي جوفة وهي تقريبا جزء منها عكسها مع جزء من مرحلة شونة والمرحلة المهمة اللي كانت بيرال الأردن اللي صلنا نحاول نسويها 3-4 سنين اللي هي مرحلة نهر الأردن كل سنة بتكون على البرنامج وكل شيء ولكن بيصير فيه مطر بيصير فيها فلادينج نلغيها وبتروح ولكن الحمد لله هذه السنة مع الوقت لأنه ندفش رال الأردن للصيف ظبط أن نعملها لأنه هي من أجمل مراحل موجودة بشهادة كل المصابقين حتى بالطبيعي يعني عم نشوف لقاطات من هذه المرحلة مرحلة نهر الأردن كم المسافة تقريبا تقريبا 31 كيلو هاي المرحلة فيها جبال فيها صحراء فيها غابة فيها مزارع فيها بيرك ففيها كومبينيشن مش موجود بالمنطقة فصراحة هاي تسأور كيستيج زي ما بيحكوا في الأردن وجودها وجودها على الشريط الحدودي يعني معطيها جمالية لأنه ما في عليها ناس وحركة فبتلاقي الجمالية تاعتها قوية نعم صعوبة التحديات والصعوبات بالنسبة للمراحل يعني سمعنا بأكثر من تصريح أثناء المراحل في اليوم الأول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث يعني عم ناخد التغذية الراجعة من المصابقين أنفسهم على موضوع تحمى السيارة أو العجل أو يعني ينسحب من السباق وهكذا هو رالي صراحة يعني بالمنطقة تعييتنا كلها يمكن أطول مراحل كانت موجودة لأنه يعني نحن العادة بتكون مراحل للرالي 19 كيلو 17 كيلو 11 فلما يفوت يسوء عم بيطلع عم برتاح الروت سيكشن بيضله شوي أريح لهذا مع الحر الموجود في المنطقة مع صعوبة المراحل وخصوصا أنها مش بس أنها طويلة هي طويلة وطوستي فجسديا عم بيطلع وكانوا من المرحلة تعبنيه ولكن هي أثبتت أنه القدرة الناس اللي بدأت تكون يعني بدأ يحرز اللقب زي ما بقوله بدأ يكون عنده الكفاءة الصحيحة ومش بس بدأ يدعس على مستوى على مستوى استعداد السيارة نعم صحيح والصائب ومساعد وملاحهم يعني أنا صدقا يعني جزء أنا مذيع ولكن خضنا تجربة مع أحد المصابقين العماني عبدالله الرواحي بالعكثة وجهله تحية على هذه الفرصة وملاحه الأردني عطا حمود حقيقة في صعوبة بالغة سواء في الطرق أيضا في موضوع الأسلام العامة الإجبارية يجب أن تكون لدى الصائقين خلال أنا حقيقة خطرة جدا وتحتاج إلى مهارة عالية هي ثواني يعني هي الفكرة منها نحنا دائما بيجبولنا أنه أنتم عم بيضلكم تعقدوا الموضوع أو بتحطوا علينا زيادة وهذا دائما نحكي للمتصابقين حين لما يصير في حادث لا صمح الله هي ثواني يعني إذا ما كان هو مستعد هو زي أكله بيجبوليس التأمين يعني إذا ما كان مستعد بالطريقة الصحية هو رح ينأزل مثل ما حدث مع المتصابق العماني قبل بنفس اليوم الانطلاق صحيح يعني خلصنا خلصوا مرحلة عدسية بنهاية عدسية عنا الملاح عطا صار عنده هبوط عام من الحرارة من التعب فبتلاقي تعب هلا هذا الحكي مش إنه ما بيصير بيصير الجو حر صار عنده بنشر بالمرحلة صار في جهد جسدي درش الحرارة درش الحرارة علي من جو السيارة يمكن ستين كانت جو السيارة يعني في داخل السيارة فيعني صعبة يعني هي فيها مجهود بالإضافة إلى اللباس الإجباري اللي هو طبعا فيه الفير ريتد ومع الشوب هذا كله مشكلة هلأ الجزء الثاني من التحدي كابتن اللي هو هاي الرياضة بتحكمها قوانين يعني عندنا اليوم إذا نتفرج على الارسي فور عندنا كان هنري كار نمبر فور وكان عندنا عاصم الفرق كان التكنيكال بارت لعبوا أو صار عندهم وهنا بيصالحوا بالسيارة جزء بالسيلينج الملع عمل على المحرك وهذا طلعوا دسكوري فايد فعني هي رياضة هي جاهزية المتصابق الجسدية جاهزية الملاح القدرة على أخذ الملاحظة السيارة وجاهزيتها والصيانة تعيتها والبلان تعيتها والشغل المهم القوانين والالتزام فيها لأنه ممكن تكون أسرع واحد أحسن وقت كل شيء وتصفي بلحظة برى السباق لأنه في صار بريتش لهذه القوانين نحن منبارك للمتصابقين الذين أفازوا وحظ أوفر لمن لم يحرفوا الصعب في جولته في جولته الثانية في الأردن وهنيئا لكم أيضا التنظيم وهذا ليس بغريب عنكم بصراحة شاهدنا بأم عيوننا سواء الباهر الأردن وصباقات المحلية الصراحة هي كوليكتف هذا مجهود جماعي هو فريق كبير بيشتغل من المتطوعين من المتطوعين من أجهزة الدولة المختلفة من الأردني لريد السيارات فهو فريق كبير بيشتغل على الموضوع فيه عندنا مأسم فيه ناس بري اللي هوني قبل الحدد فيه ناس بيداخل الحدد فهذول الناس كلهم الله يعطيهم العافية وجهودهم هي نحط الأردن دائما زي ما بنحكي في الخارطة رياضة السيارات واللي هي عم تردف علينا بتحسن السياحة الأورنس للبلد وشلات المهمة نمتنع لكم التوفقيق ويعطيكم ألف عافية مدير الرالي يا سيد جورج أخوري شكرا جزيلا شكرا جزيلا